دي هنعمل هنا حلقات كحك أو أقراض يعني لأ هي حلقات معشان هي شكل الحلقة برضو دي سوري يعني عندي هنا كبايتين دي سميد كبايتين دي أبيض نص كبايت لبن بودرة نص كبايت زيت نص كبايت مية نص كبايت سكر بصوا ما دير سهلة إزاي معلقة ريحة كحك معلقة محلب سوري محلب ده محلب وعندنا هنا بيكنج بودر معلقة بيكنج بودر كبيرة وماء ظهر ماء ظهر كبير برضو نعمل إيه بص بقى عاجل عادي خالص كبايتين دقيق سميد كبايتين دقيق أبيض معلقة كبيرة بيكنج بودر معلقة كبيرة بيكنج بودر المحلب معلقة محلب كبيرة برضو هما ليهم تواب الحلوة كده نص كبايت سكر بودرة لبن بودرة لبن بودرة ونص كبايت سكر عادي كله نصاص يعني هما كبايتين دي سميد على كبايتين دي أبيض والباقي كله نصاص بقى نص السكر نص الزيت نص لبن بودرة نص مية ماشي وادي الزيت لأ بس اخلي الواد الجفة دول كده ايه معلقة مية صهر نص كبايت زيت نص كبايت مية والمية دي هخلاها في الآخر عشان زودها شوية شوية نرشة الملح طبعا الحاجة قسية في كل العجائن بسم الله دي ايه الابيض معهم نص كبايت السكر رشة الملح نص كبايت لبن بودرة معلقة كبيرة من البكنج بودر معلقة كبيرة من المحلب ده كله مع بعض دلوقتي هحط هنا معلقة كبيرة من ماء الزهر المحلب بقى وماء الزهر يعني مصريين مش وغضين عليه قوي يعني حاجات نادرة قوي لما نعملها انما هنا بقى يعني في البلاد العربية بيحبوا الحاجات دي والحبهان والحاجات اللي عندنا في ناص نادي عندنا جديدة حلوة جدا نص كبايت الزيت ونص كبايت المية بس الاول نخلى زيتها انتشر كده فيها الاول بسم الله بسم الله نص كبايت المية انا غاية اي انا بحط مية غاية بتاجي معايا كلها كويس لاتا متوليش بره لسا كده اشوف ايه لأ لسا مرملة شوية ممكن تحتاج مية تانية مية تانية احنا نزود في مية كده ايه يعني ممكن تاخد لها من نص كباية الكباية هي العجينة كده اهي اهى كده بالشكل ده بتلزق مائك باعش رخ sls только وزيت وكلام ده فباسيبها تستريح ادي مسلا ايه 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 ساعة مص ساعة اي حاجة ليها مفيش ميكبام نبودر باش هتشتغل معاك حلو متلزاش في ايديك بالشكل ده ماشي اهي كده انا جبتوا العجلة انا حاملها مش موجودة طيب عمتا هي دي لازم نعمل ايه لازم نلزق نحط الصينية حطلها زيت عشان هي بتلزق شوية فندهن الصينية بالزيت معانا ندا يبقى دي كده اقراص السورية طبعا هو مكان بيحب يعمل حاجتهم من المنموة سغنونة قوي بيعملوها كبيرة ايه بيعملوها حاجتهم ايه سغنونة بس ايديتها كبيرة كده بالنسبة لهم قوي كده ماشي كده طبعا كل ما بتسبيها شوية التلزيق دي بتروح بتبقى احسن كتير وسويها بس بسيطة سهلة شكل جديد وطعم جديد عندك في البيت مع حلويات العيد كده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر